أهلا وسهلا فيك أرزي أنا بهيد الحلقة بدي أتعرف عليك وعرف العالم على أرزي من هي وصغيرة لكبرت بكل شي خاصه فتنس ونوترشون والعداد البوزيتيف شكرا فارس شكرا على استضافتي أول شي وهذا موضوع كتير انترسي وما حدا قبل حوارني فيه فهلا راح نبلش من لما كنت صغيرة لما صرت مراهقة ولما صرت كبيرة أنت وصغيري أول سؤال شو كانوا الهويات تابعك الهويات تابعك يعني عم بحكي قبل عمر العشرة أركب بيسيكلات كانت الصباح الصباحة أحب القرية كتير أنت وصغيرة تحب القرية؟ أحب القرية وكنت أركب على الحمير كتير بالضايعة هلأ بعدين هلأ صرت أركب حصان صرت كبيرة بس أنه ما كنت عارفة أنه هي كانت هواية كانت هواية كانت هواية وشو هنه أحلى ذكريات إليك أنت وصغيرة شو أكتر شي بتتذكري أحلى ذكريات عندي وقتها كانت العائلة كلها مجموعة لأنه أنا خسرت أمي كان عمري عشر سنين الله يرحمه مرسي وبعدها معيت في ذكريات حلوة يعني قبل عمري العشر سنين كانت ذكريات وقتها كنا كل العائلة متجمعين نطلع على الجبل لعب معه ولدخالتي ولدعمتي فتأة أنا خلقاني وربياني عجم ميزة بس كنا بالصيفية نطلع على فتأة فوق قدنا يعني مثلا كنت نعم في العصر البيتلز كنت نعم أنا ورابتها راسي وهو البيس اندلاب حتى صورهم بالعودة حتى صورهم بوستريت على الأودة أيمن أول مرة نغرمت ما بعرف ما لازم نفكر كتير ما لازم نفكر كتير بتصور براشد نغرمت جاوزيك ما نجاعدني يالو راشد أنا عرفت تجوازت صغيري ودي أقول لك 17 كيف بتلاقي الجيزة على عمر صغير فضل بنت تكون عندك كاريير وتكون مستقرة تتجوز أكيد ما بقى نخليهم يتجوزوا في هذا العمر بس حلو أنك تكبر إمتى وياهم بيقولوا الزواج مقبرة الحب اللي تقولي أول واحد من الغربتي فيه هو راشد صح؟ بعدك مغرومة فيه؟ يعني الغرام متقبل بس أنه فكرت حالي أني مغرومة في شيخ مين أنه أيام المدرسة وهيك بس أنه مش هيدا الغرام راشد كان هيدا الغرام أنه إيه؟ راشد كان هيدا الغرام ما راح يكون عم يحضر ما راح يكون ما راح حضره في حلقة ما أعطي وجه طبو هلأ بعدك مغرومة؟ أكيد لأنه لو ماني مغرومة هلأ كنت قتلته لراشد أكيد أو وسطه أو شيخ إذا بسأله هو بقول نفس الشيء إذا بسأله بقول نفس الشيء إيه؟ يسترجي يسترجي ما يقول ما بعرف بس أنه أنه بيقوى الغرام يعني الحب أكيد لو ما في حب هو بعض ما بتضاين 44 سنة إلي مجوزة أنا وراشد أنه أكيد بتضحك رميل العائلة حلص بعد 44 مش حرزانة بقول أحد يترك ملا حرزانة أوكي عم أجاربك أنا لو دل من عمري نهار وطلع عبالي أترك بترك وأنت وصغيرة شو كان أطيب أكل عنديك؟ أطيب أكل عندي أنا وصغيرة بحب الناي كتير من أنا وصغيرة أنت وصغيرة؟ وبعدني لهلأ إيه وبحب البوايد كتير أنا كتير الأجزي أكيد إيه ولبنة الأشياء اللي تياي يعني مش كلهم بس أنه ما كنت أشرب حليب شو الأساس اللي كانت منا صحية تحبية؟ أنا وصغيرة أنا كبيرة يعني بعدقت بالعقب بالوقت اللي كنت أنا عمري عشر سنين ما كان فيه أشياء مش صحية ما كان فيه شوكولات ما كان فيه رايز هو بلا بس كنا مثلا عجم ماي زين جيب شوكولاتية كان كله أمار ومثل المارغوريت وهيك إنه بتصور إنه كنوا يعملوا الأشياء صحية أو أهلنا كنوا صحية أكثر من هلأ يحرصوا أكثر من هلأ بكتير يعني بهذا العمر شمارة رحتي عن دياتيشون؟ أعوذ بالله كي بدي روح أنا مثل سكيكة البليار كنت كيف كان لوقتها أنت جوزت وزنك؟ 48 كيلو أف عن جد كنت أحبل بالتاسع سير 51-52 يعني 51-52 كيلو كنت أخد ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو ونصف بالحبل أوكي وأرجع على 48 أنتو بالعائلة كم خي وأخت؟ نحنا بنتان وصبيان وتوفت أمي تجوز والد كمان جيب بنتان وبهيد العمر شمارة رحتي عملت سبور شمارة شو كانوا هيوياتك؟ كانوا هيوياتك غير البيسيكلات كنت أعمل سبور كثير شو؟ أول شي أنا بالمراهقة لأ أنه كان بيسيكلات وهيك كنا ضعاف كنت تخيل أي ناكل تارتين فيهم كثير زبدة مربع حلو كل شي نحرق بديك أنرجية لأنه نحرق بس أنه كنا نلعب ونصهر ونرقص أنت على أي عمر جبت أول بنتان؟ 20-23 20-23 بعدنا 33 اللي جبت بنتك الثالث من 23 إلى 33 شي مرة واجهتي مشكلة وزن زايد؟ كنت أعمل بلات جاز بلات جاز لأنه دولي سفير فتحت وقتها استوديو بجونة وكان فترة حرب تعرف كلما نظهر من الحرب نصر نبش تناعمل شي كان كل الحي كل البنات يعني أنه رايبين راشد وهيك قلت لك أنه رايب تعرف بجونة مثل الضائعة يعني كمان وأصحاب بلشوا يعملوا بلات جاز فتحت أعمل بلات جاز بل في أمرجي للسهر إيه إجاكلي ترجمة نانسي قنقر